هنتكلم الآن عن العوامل المؤثرة على الاستهلاك والإدخار وبشكل عام بنقول إن العوامل المؤثرة على الاستهلاك هي نفسها العوامل المؤثرة على الإدخار وتوجد مجموعتين كبيرتين مؤثرتان على الاستهلاك والإدخار المجموعة الأولى هي الدخل ونظرياته والمجموعة الثانية هي المحددات غير الدخلية لو حبينا نستعرض بشكل سريع هذه النظريات هنشوفها على النحو التالي النظرية الأولى اللي هي نظرية الدخل المطلق لجون مينارد كينز وهذه النظرية تقوم على أساس ما يطلق عليها الدخل المطلق وتقوم هذه النظرية على أساس أن الفرض المستهلك بيحدد نسبة من دخله الجاري التي سيخصصها للانفاق الاستهلاكي على أساس المستوى المطلق للدخل وبافتراض السبات الأشياء الأخرى على حالها فلو ارتفع الدخل المطلق للمستهلك كما يرى كينز يؤدي فإن هذا يؤدي إلى انخفاض نسبة الدخل المخصصة على استهلاك وزيادة ما يوجه نحو الإدخار وتبقى لهذه النظرية اللي هي نظرية كينز أو نظرية الدخل المطلق لكينز بيقول لنا أن الميل حد للإستهلاك والميل حد للإدخار يكونان دائما مقدارا موجبا وأقل من الواحد الصحيح وكمان الميل متوسط للإستهلاك والميل متوسط للإدخار يتزايدان تدريجيا كلما زاد الدخل وفي النهاية بيخلص لنا كينز إلى أن دلة للإدخار الس بتساوي السالب A اللي هو السالب لإستهلاك الزاتي زائد واحد ناقص B ضرب الي وطبعا البي اللي هو الميل حد لإستهلاك هذه هي النظرية الأولى اللي هي بتشوف أن الاستهلاك والإدخار يرتبطان ارتباطا وصيقا بما يسمى بالدخل المطلق أو الدخل الجاري النظرية الثانية اللي هي نظرية داخل النسبة لديوزينبيري يرى ديوزينبيري أن الفرض يتأثر في استهلاكه بعوامل كثيرة جدا أهمها وضعه لاجتماعه وعاداته وتقاليده ودائما يحاول فرض أنه يحافظ على مستوى معيشته أمام الآخرين وعلى هذا الأساس يرى ديوزينبيري أن الاستهلاك والإدخار لا يتأثران بدخل الجاري فقط كما قال كينز ولكنه يتأثر كذلك بأعلى دخل قد تحقق له في الماضي وعليه في أن انخفاض دخل المستهلك وعليه في إذا انخفض دخل المستهلك في أن الاستهلاك لا ينخفض بنفس النسبة بل ينصب بتأثير ذلك على الإدخار وأن ليه السبب وأن السبب في أن الفرض دائما يريد أن يحافظ على مستوى معيشته مقارنة بمستوى معيشته الآخرين ومن هذا المنطلق يرى ديوزينبيري أن معدل الاستهلاك يأخذ كذلك في نسبة الدخل الجاري إلى أعلى مستوى دخل قد تحقق له من قبل وفقا للمعادلة التي نحن شايفينها أمامنا ديت التي هي C تقسيم الوا بيساوي الآي زائد البي ضرب الواي تقسيم الواي زيرو حيث أن الواي هو الدخل الجاري والواي زيرو تمثل أعلى مستوى للدخل النظرية الثالثة اسمها نظرية دورة الحياة وهي هذه النظرية لسلاسة اقتصاديين أهمهم مودي جلياني وبروس بيرج وألبيرت أندو وتبقى لتسمية هذه النظرية بدورة الحياة بنقول أن الاستهلاك يتوقف خلال فترة معينة على الدخل المتوقع من الفترة المتبقية من عمر الفرض ووفقا لهذه النظرية في أن الأفراد يحاولوا دائما يحاولوا العمل على استقرار انفقهم الاستهلاك خلال دورة حياتهم وترى هذه النظرية أن توزيع العام للدخل على مدى الحياة أوضح أن توضح هذه النظرية أن صغار السن يخصصون جزءا من طاقتهم لطلب العلم واكتساب المهارات أكبر مما يخصصون للأنشطة التي تولد الدخل الجاري وخلال هذه الفترة من العمر يلجأ الأفراد إلى استهلاج جزء كبير من دخلهم المنخفط نسبيا وبالتالي في أن الميل المتوسط لاستهلاك قد يزيد عن الواحد الصحيح من خلال الحصول على قروض استهلاكي أما في العمر المتوسط وفقا لما ترى هذه النظرية حيث تكون المهارات والخبرات قد اكتسبت في منتصف العمر فإن الدخل طبعا بيكون مرتفع جدا وخلال هذه المرحلة يكون الاستهلاك منخفض والإضخار طبعا مرتفع بالنسبة للدخل المرحلة الأخيرة من هذه النظرية بتقول أن في سن التقاعد أو سن المعاش فإن الدخل يتناقص ويتزايد الاستهلاك مرة أخرى وقد يزيد الميل المتوسط لاستهلاك عن الواحد الصحيح بالنسبة للدخل وعلى هذا ينشأ الاتجاه العام التالي وهو أن صغار السن يكون ادخارهم سلبيا أما متوسط العمر فإنهم يسددون ديونهم ويدخرون من أجل المستقبل عندما يتقاعدون أما كبار السن يعني فيتدخلون الدخارا سلبيا مرة أخرى ويسحبون من أصولهم التي ترقمت في الصعب النظرية الرابعة اللي هي نظرية الدخل الدائم بتقول لنا إيه النظرية ديت ركزت طبعا عايز هنا النظرية ديت لميلتون فريدمان ميلتون فريدمان بيرى أن كينز في نظريته الدخل المطلق ركز على ما يطلق عليه الدخل الجاري كأساس لتحديد الدخار والاستهلاك ومن هنا جاءت سياغة ميلتون فريدمان الجديدة لنظرية الدخل الدائم حيث ابتدأ بالاعتراض على الفكرة المعتادة للدخل الجاري اللي تكلم فيها كينز ويفرق فريدمان بين مفهومين أساسيين لدخلهم الدخل الدائم والدخل الجاري ويشير الدخل الدائم إلى متوسط الدخل الذي يتوقع المستهلك الحصول عليه في المستقبل نتيجة لاستغلاله عناصر سروطه سواء كانت بشرية أو مادية ويلاحظ أن الدخل الدائم أكثر استقراراً بالطبع من الدخل الجاري طالما أن الدخل الدائم هو مجرد أو ما هو إلا متوسط الدخول التي يحصل عليها الإنسان سواء كانت دخولاً مؤقتة أو دخولاً عادية فالدخل الجاري يحتوي على عنصرين أحدهما دائم فالدخل الجاري يحتوي على عنصرين أحدهما دائم ويسمى الدخل الدائم والآخر مؤقت ويسمى الدخل المؤقت والعنصر المؤقت من الدخل لا يتصف في الاستمرارية ويكون إما مجاباً وإما سالباً ووفقا لهذه النظرية فإن الاستهلاك لن يتقلب كثيرا نتيجة للزيادة المؤقتة التي تطرأ على الدخل يبقى كل كلام بتاع فريدمان عايز يوحكينا ويقول لنا أن العلاقة المؤثرة ما بين الدخل والاستهلاك فهي ترتبط يعني ليس الدخل الجاري هو المقصود عند فريدمان وإنما المقصود عند فريدمان هو الدخل الدائم للأفراد فإذا زاد الدخل فوفقا لهذه النظرية بيقول لنا فريدمان ووفقا لهذه النظرية فإن الاستهلاك لن يتقلب كثيرا نتيجة للزيادة الطارئة أو المؤقتة التي تطرأ على الدخل أو أي نقص عارض في هذا الدخل فإذا زاد الدخل الجاري عن الدخل الدائم للأفراد فإن الجزء الأكبر من هذا الدخل سوف يخصص للإضخار شكل طبيعي وسوف يتزايد الاستهلاك بمقدار محدود وبنفس الطريقة إذا تناقص الدخل الجاري بشدة عن مستوى الدخل الدائم فإن الأفراد سوف يخفضون مدخراتهم وقد يصحبون من مدخراتها السابقة بهدف المحافظة على مستوى الاستهلاك الذي يرتبط بدخلهم الدائم على المدى للطويد دلوقتي بننتقل إلى العوامل غير الدخلية المؤثرة على معدل الإنفاق الاستهلاكي أول حاجة ثروة المستهلك حاجة بسيطة للغاية بنقول دلوقتي كيف تؤثر ثروة المستهلك على الاستهلاك بشكل عام قال لك والله علاقة ترضي إذا زادت ثروة المستهلك زاد الإضخار وإذا نقصت ثروة المستهلك نقص الاستهلاك يبقى إذا زادت الثروة زاد الاستهلاك وإذا نقصت الثروة نقص الاستهلاك الحاجة الثانية المستوى العام للأسعار طبعا المستوى العام للأسعار برضو بيأثر على الاستهلاك إزاي بيؤثر طبعاً دلوقتي بتآكل القوى الشرائية للدخل والصروة فطبعاً لما تتآكل قوى الشرائية للدخل والصروة إ verdade ايه اللي بيحصل بيحصل دلوقتي تأثير عكسي بيحصل تأثير عكسي فبزيادة المستوى العام للأسعار ينخافض الاستهلاك وبنقص المستوى العام للأسعار يزيد الاستهلاك بنقول برضو معدل سعر الفيدة وتأثيره على الاستهلاك ولو رغم أن الاعتقاد بأن زيادة سعر الفايدة يشجع على الاضدخار ويقلل من الاستهلاك يعني ما هو شكل طبيعي طالما بيشجع على الاضدخار يبقى بيقلل من الاستهلاك إلا أن الدراسات بصراحة الحديثة أثبتت أن هذه العلاقة ليس لها تأثير قوي على الإنفاق وممكن نجمع كافة العوامل غير دخلية المؤثرة على الاستهلاك في الشكل الواضح أمام حضراتكم فدلوقتي ده السيه هنفترض أن السيه هو قبل التغير أنه ده وضع الاستهلاك أو ده منحن الاستهلاك قبل التغير والسيه اللي فوق ديت بتعبر عن زيادة الاستهلاك مع انخفاض المستوى العام للأسعار مثلا أو مع زيادة الصروة مثلا وانتقال السيه إلى الوضع سيه 2 يعني إلى أسفل يوضح مثلا انخفاض أو القوة الشرائية انخفاض وتآكل القوة الشرائية نتيجة الارتفاع في المستوى العام للأسعار أو نتيجة لنقص أو انخفاض الثروة فإذن ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وبالتالي انخفاض مستوى الاستهلاك إلى أسفل أما انخفاض المستوى العام للأسعار يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لنقود وبالتالي زيادة الاستهلاك وصعود منحنة الاستهلاك الأعلى من الوضع سيه إلى سيه 1 ترجمة نانسي قنقر